يعتمد الجزء الأكبر من تركيبة منظف الغسيل السائل على المواد الخفضة للتوتر السطحي والتي يمكنها من إزالة الأوساخ والأتربة من أسطح الأنسجة أكثر المواد الفعالة سطحيا التي يتم استخدامها في صناعة منظفات الأقمشة هي المواد الفعالة الآيونية مثل الملح السوديومي للسلفونيك أسد والفا أولفين سالفونيت وسوديوم لوريل سالفيت ويتم استخدام أيضاً المواد الفعالة الغير أيونية لإزالة الدهون مثل نونيلفينو الإيسوكسيليت وإيسوكسيليت ألكوحول وكوكاميدو داي إيثانولامايل بالطبع في مواد تانية كتير جداً موجودة في سائل غسيل الملابس واللي هنقولها بعد الفاصل لكن قبل ما نطلع للفاصل الكلام الجايدة كله موجه للكيميائيين بالتحديد فلو حابب تتفرج من باب العلم بالشيء هيكون مفيد جداً ليك ونت بتصنع ولو مش حابب تتفرج على الجزء النظري وعايز تخش على طول العملي قدم الفيديو وكام ديال قدام هتلاقي الجزء العاملي الخاص في تصنيع منظف للأقمشة أو الملابس اقتصادي وللغسالات العادية ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو واشترك في القناة أنا أحمد فتوح وده معمل الكيميائي بالعلم حياتك أسهل قناة معمل الكيميائي على يوتيوب الكيمياء ببساطة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من سلسلة تركيبات تجارية المقدمة من معمل الكيميائي بعد ما وضحنا أن التركيب الأساسي الخاصة بمنظف الأقمشة بتتكون من المواد الفعالة سطحياً الأيونية والغير أيونية ولكن هناك أيضاً مواد يتم إضافتها لزيادة جودة المنتج لو هتكمل معانا الكم بيئات جايين وقف الفيديو حضر كباية قهوة وورقة وقلم ودون التالي من أهم المواد اللي بيتم إضافتها في منتج سال غسيل الملابس هو البلدر أو المواد البناءة زي الإيديتا وسطرات السوديوم واللي بتقوم بإزالة الأيونات والشوادر من الماء لكي تعمل المواد الفعالة بأقصى كفاءة لها من المواد المهمة جداً برضو اللي بيتم إضافتها في المنتج بتاعنا هو أو موانع إعادة الترسيب هي مواد بتخلق حواجز عادة بتكون سلبية الشحنة بتمنع من إعادة ترسيب الرواسب مرة أخرى على الأسطح والأنسجة وأغلب المواد اللي بتقوم بالدور ده هي البوليمرات وأكتر نوع معروف وبيتم إستخدامه هو كربوكسي مثال سيليلوس من المواد برضو اللي بيتم إضافتها هي الديترانسوفير انهيبتور وهي مواد بتخلي الألوان أو الصبغات اللي موجودة على النسيج ما تطلعش منه في أثناء دورة الغسيل من المواد المهمة جداً اللي بيتم إضافتها في المنتج هي أو المظهرات الضوئية هي مواد بيتم إضافتها عشان تنصع ألوان الملابس والأطمشة أكتر وطريقة عملها هي أنها بتقوم بامتصاص الضوء بطول موجي معين وبتعيد إصداره في طول موجي أكبر وده بيخلي اللون الأحمر هو أكثر حماراً واللون الأزرق هو أكثر زرقاناً يعني بتنصع الألوان عما هي عليه من أهم المواد اللي بيتم إضافتها في منتج غسيل الملابس عالي الجودة هي الإنزيمات والإنزيمات هي مواد بتقوم بإزالة البقع العنيدة زي بوع الدم، الشوكولاتة، الصلصة وأهم الإنزيمات اللي بيتم استخدامها هو إنزيم اللايبيز وإنزيم الأميلي أيضاً بيتم استخدام مضبطات الأس الهيدروجيني هي مواد بتمكنني من ضبط الأس الهيدروجيني للوسط سواء كان بالانخفاض أو بالارتفاع أغلب المواد دي بتكون محصورة في حمض السيتريك أو ملح الليمون ومونو إثانو الأمين أو أي مواد حمضية وقاعدية من السيستم نفسه بيتم أيضاً استخدام مضبطات للقوامة بسكوستي موديفاير سواء كان بارتفاع للزوجة أو بانخفاض للزوجة زي البوليمرات وصوديوم زيلين سالفونيت وصوديوم كيومين سالفونيت والمونو بروبيلين جيلايك طبعاً كلنا عارفين علشان أستخدم المنتج ده في الغسالات الأوتوماتيك محتاج أنه يكون لوفوم أو أخفض الرغوة بتاعته وبنستخدم لده سيليكونات ويتم إذنبتها أولاً في المواد الفعالة الغير آيونية وفي النهاية بيتم إضافة اللون والريحة والمادة الحوض كيف هي كلام لحد كده؟ عرفنا أهم المواد والكونبوننت اللي بتكون موجودة في سائر غسيل الملابس تعالوا نعمل تركيبة كيميائية هنبدأ بالتركيبات الاقتصادية والتي بيتم استخدام فيها حمض السالفونيت بتركيز 3% ومعادلته بالسوديوم هيدروكسايد واضافة الكيمبرلان بنسبة 1% فابس بنسبة 1% سطرات السوديوم بنسبة 1% لون ريحة مادة حفظة واضبط القوان بتاعك ودي بتعتبر من التركيبات الاقتصادية جداً 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 على فكرة أنا سامع كنت بتقول أن التركيبة دي ما بتحتويش على أي حاجة موجودة في المكونات اللي قلناها وسته على قد فلوسك أعيس حاجة أعلى جودة من كده شوية ادفع دفعت طب تعالى انجهز تركيبة متوسط التكلفة ضيف 5% سالفونيك أسد وعادلهم بالسوديوم هيدروكسايد مع 3% اسوكسيليت الكحول 7 مول 1% لورامينوكسايد 1% فابس 1% كيمبرلان 2 من 10% ايدتا ضيف اللون والريحة والمادة الحفظة وبقى عندك فورميولة متوسط التكلفة أعيس تركيبة أعلى من كده وأغلى من كده ضيف 9% سالفونيك أسد وعادلهم بالسوديوم هيدروكسايد ضيف 5% تكسابون وضيف 4% فابس ضيف 5% اسوكسيليت الكحول 7 مول ضيف 5 من 100% مظهر ضوئي ضبط قيمة البيئش بتاعتك على 9 ضيف اللون الريحة المادة الحفظة معاك تكلفة أكتر وعايز تعمل منتج عالي جدا في الجودة والتكلفة بتاعته مش مشكلة ضيف 1% ساترات سوديوم و 2 من 10% ايدتا بعد كده ضيف 10% سالفونيك أسد وعادلهم بالبوتاسيما هيدروكسايد وضيف عليهم 5% تكسابون وضيف 3% أوليك أسد و 1% مونو إثانول أمين وضبط قيمة البيئش بتاعتك على 9 ضيف 4% فابس و 5% مونو بروبيلين جلايكل خلي المنتج بتاعك في درجة حرارة الغرفة وضيف 0.5% إنزيمات وضيف الأوبتيكال بريتنر لون ريحة مادة حفظة وضبط القوام بتاعك شكرا لك لو تبعت الفيديو الحد هنا وكنت لسه مركز نطلع الفاصل سريع ونخش المعمل نعمل تركيبة صابون غسيل للملابس متوسط التكلفة وللغى السالة العادية الكيمويات ما بقتش صعبة سوق الكيميائي تطبيق أندرويد ومتجر أونلاين اختار أطلق استلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنبدأ نصنع تركيبة اقتصادية لسائل غسيل الملابس أو ما يسمى في السوق ببرسيل جيل نتعرف سريعا على المكونات بتاعتنا والنسب المستخدمة في التصنيع ايدتة بنسبة 2 من 10% 1 جرام على نصف كيلو سودا كوية 75 من 100% أو حتى ضبط قيمة البي اتش سلفونيك أسد 5% سيتريك أسد 2 من 10% تيكسابون جيل 2% فابس أو فاتي أسد بوتاسيوم سولت 3% سيفيني أو مادة فعالة غير أيونية 1.5% اتش بي ام سي أو ما يسمى تايلوز 2 من 10% مسائل كولورو ايجوس هايزولين أو ما يسمى نيباسيت كمايكروبيولوجيا برزورفيتف أو مادة حفظة 2 من 10% رائحة برسيل جيل زيتية 2 من 10% لون أزرق ملح سوديوم 1% الأدوات اللي أنا محتاجها مجرد وعاء أو بيكر واللاب سواء كان بمطور أو يدوي والماء بتاعي نبدأ الشغل على طول أنا شغال على حجم 500 جرام لو عايز تعرف النسب والمأدير لكميات أكبر من كده هتقدر تشوف الرابط اللي موجود في وصف الفيديو أحط 50% من حجم التشغيلة مية يعني هحط 250 جرام مية هبدأ أضيف الإدتا بنسبة 2 من 10% يعني هضيف جرام واحد شغل التقليب بعد الإدتا هضيف الصودة الكاوية أنا قلت تركيزها هنا 75% من 100% صودة كاوية أشور أنا هضيف تقريبا 4 جرام بس أنا طبعا لحد ما الصودة الكاوية كلها تدوب في قلب المية لو احتاجت في النهاية أن أنا أضبط قيمة البي ايتش بتاعتي إنها لازم تكون من 8.5 إلى 9.5 البي ايتش بتاعتي عشان يديني أقصى شفافية ليه هضبطها بصودة كاوية هعمل محلول خارجيا وابدأ أضيفه لو احتاجت صودة كاوية طبعا بقول لو احتاجت ليه ده طبقا لتركيز حمض السلفونيك اللي هدراك بتستخدمه بعد إزابة جميع الصودة الكاوية هبدأ أضيف حمض السلفونيك بتركيز 5% هضيف 25 جرام بعد إضافة حمض السلفونيك هنزل بستريك أسد هنزل بـ 2 من 10% يعني جرام واحد ايه فايدة ستريك أسد عندي هنا هو بيكون لي حاجة اسمها سطرات السوديوم أو السوديوم سيتريت اللي بتديني شفافية للمنتج بتاعي وبتعمل كمادة بناءة للسيستم اللي موجود معي حط السيتريك زي ما هو أو في محلول مش هتفرق هضيفه بودر جرام واحد بعد إضافة سيتريك أسد هضيف التكسبون الجل التكسبون عندي نسبته 2% هضيف 10 جرام بعد إضافة التكسبون هضيف الفابس هضيف الفابس بتركيز 3% هضيف 15 جرام هلاحظ عندي هنا إن السيستم بدأ يكون مغبش أو مفوش شفافية عالية ده يدل على إن قيمة البيتش بتاعتك منخفضة نقدر إن إحنا نعمل تشيك كده على البيتش بتاعتنا البيتش بتاعتي حامضية طيب أرفع قيمة البيتش وأنا برفحها هلاقي الشفافية بتاعتي بلاية تزيد هعمل محلول من الصودة الكوية حط الماء الأول واجيب الصودة الكوية مش هيفرق معي هنا التركيز لأن أنا هزبط على قيمة البيتش هبدأ أضيف من المحلول بتاعي واحدة واحدة هلاحظ عندي هنا الشفافية واللزوجة زادت نشوف قيمة البيتش دلوقتي كام ده قبل ما أضيف الصودة الكوية بعد ما أضيفت الصودة الكوية تقريبا هنا ثمانية أنا هرفع قيمة البيتش شوية عشان القدرة التنظيفية تكون أكتر نشوف بالجهاز قيمة البيتش بتاعتي قيمة البيتش دلوقتي تمانية وتمانية من عشرة ودي قيمة جيدة جدا للشفافية وللنظافة عايز تطلع لتسعة ونص ما فيش مشكلة بعد إضافة الفابس وضبط قيمة البيتش هبدأ أضيف المادة الفعالة الغير آيونية وهي السيفيني او السوكسيليت الكو حل سبعة مول ولكن هضيف معاها العطر الزيتي بالكمية اللي أنا حبيبها ولكن يفضل إن الكمية تكون من 2 من 10 لنصف في المية لو هي رايحة زيتية أنا هنحط 2 من 10 في المية حتى عشان التكلفة النهائية للمنتج وهقلبه في قلب السيفيني او جيدا وبعد كده أضيفه للتشغيلة بتاعتي بعد كده هحط التايلوز أو ال HBMC هيدروكسي بروبيل مسايا سيرولوز هضيف طبعا أكتر من 10 أضعافه مية وهضيف 2 من 10 في المية يعني جرام واحد من التايلوز هقلبه كويس جدا التقليب يكون سريع وبعد كده أضيفه للتنك بتاعتي بعد إضافة التايلوز هبدأ أضيف اللون والمادة الحافظة بتوعي أنا بستخدم هنا نيبا سيد هضيف 2 من 10 في المية يعني جرام واحد واللون طبعا حسب درجة اللون اللي أنا عايزها متبقى عندي كمية ملح السوديوم أنا عندي الملح واحد في المية 5 جرام ومتبقى عندي 100 جرام مية هحط 100 جرام مية أقلب الملح فيه كويس وبعد كده أضيف الملح للتنك هلاحظ زيادة اللزوجة بتاعتي نزل من على القلاب عشان نشوف اللزوجة أقلبه كويس الأول درجة الحرارة دلوقتي 30 عشان اتفاع ولات الطرد للحرارة اللي تمت كده يكون المنتج بتاعي خلص بعد فترة صغيرة كل الهوى ده هيطلع لفوق والمنتج بتاعي يبقى كلير جدا وشفاف وبعد انخفاض درجة الحرارة هيباني اللزوجة بتاعة المنتج سبحانك اللهم وبحمدك أشدان لا إله إلا أنت أستغفرك وإعطب وليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته